اغتصب مسؤول بميليشيات الحث في احدى نقاط الميليشيات بمحافظة اب فتن بعد خطفه مع اخرين تتراوح اعمارهما بين الخامسة عشر والسبعة عشر سنة وقال مصدر حقوقي ومحلي في محافظة اب ان نقطة التفتيش الواقعة تحت روان بمديرية السبرة بمحافظة اب باتجاه الشرمان مديرية ماويا بمحافظة تعز خطفت عددا من الصبيان من باع تلقات واغتصبت طفلا يبلغ خمسة عشر عاما وقال ابراهيم محمود الراصد ان مسؤول النقطة اغتصب طفلا بعد خطفه ليلة كاملة وفي محافظة اب ايضا كشف مصدر حقوقي عن محاولات مستميتة للإفراج عن مدرس تحرش بعدد من الطلاب وتقول بعض المصادر انه اغتصب كثيرا منهم وبحسب مصادر متطابقة فان المتهم اغتصب عددا من الطلبة في بعدان وكان يدرس باحدى المدارس للتغطية لمادة الانجليزي واعتقلته ميليشيات الحوثي في المدرية قبل اكثر من عشرة ايام لكن محاولات من نافذين بينهم مسؤولون بميليشيات الحوثي وتظهر شكاوى قدمها احد اولياء مجن عليهم لادارة الشرطة الحوثي ببعدان اسم المتهم ومحاولة اخفاء الادلة شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس واعجابك بالفيديو